السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم رايحانة كمال نشارك معكم اليوم بسبوصة غير بجوج بيضات شيشة ورطبة رائعة جدا بطريقة سهلة ناجحة مليون في مئة نمر المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله عندي جوج ديال البيضات يكون بدرجة حرارة المطبخ كأس من السكر كأس من الزيت قليل من الملح كيس سكر فانيلا ممكن تعوده بالقشرة البرتقالة مازال سنستعمل القشرة الحامض نضيف الزيت لكاعدة 150 ملي والسكر 100 جرام قليل من الملح كيس سكر فانيلا ونخطق بواسط الطراب اليدوي فقط حتى تنساجم هذه العناصر كاملة نضيف 150 ملي كاس ديال العلبة من الحليب السائل ونخطق للمرة الثانية تتحضر بسرعة في وقت قصير كتكون جاهزة هذه البسبوزة هنا نضيف علبة من الياغورت كيبقى لكم الاختيار اما بنكهة الفانيلا اما طبيعي الوزن يكون 110 جرام ونخطق مرة أخرى حتى تنساجم العناصر كاملة هنا هنا سميدة رقيقة الكاس الأول نفس الكاس كي نضيف الكاس الأول سميدة ونخلط كل شيء مزيان ثم نضيف الكاس الثاني من سميدة ونخلط مرة أخرى ونخلط المكونات كاملة هنا تبقى مسألة اختيارية سنضيف كاس إلى ربع من طحين الأبيض وهو الفورس ممكن تعودوا بالنسبة كاس السميدة ارقيقة إذا استعملتوا فيها الطحين كنوا متأكدين كتجي رائعة جدا كاس إلى ربع ديال الطحين مع جوج ديال الخمارات اللي كيعادله 14 جرام كل كيس فيه 7 جرام ونخلط كل شيء مزيان كما ذكرت إما بغيتوش تديروا الطحين تديروا نسكاس ديال السميدة بمعنى المجموع جوج كيسان ونصف ديال السميدة هذا هو القوان محصل عليه كإضافة أخيرة سننكهها بالقشرة الليمونة حمضة ناخد غير القشرة للفوق ماشي اللب الأبيض كاملة هذه القشرة وهذه الحمضة سنستغل العصير ديالها في تحضير السيرو أخذت هنا مول 24 سنتيم دهنتو بالزبدة ورشيتو بسميدة رقيقة في هاد الأثناء شعلت الفران ديال الغاز في همير واحة النار من أسفل فقط حتى تباليكم بدات كالطيب وكالتحمر من الجنة بعد ممكن تشعلوا لها الفوق أنا ما كان شعلش الفوق نهائيا قد نخليها كالطيب ونمشي نحضر السيرو فيه كاس إلا ربع ديال السكر ممكن تعمروا الكاس هناك يقعد لسبعين جرام هذا ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء كاس إلا ربع من السكر وكاس ونص ديال الماء مع عصير حامضة هذيك اللي خذيت القشرة ديالها كنعصرها كاملة وكننضيفها مع هاد السكر والماء ونديرها فوق البوطة ونخليه كيغلم زيان مرة الأولى والثانية والثالثة حتى يباليكم بدايقة يتقال وغادي نطفع لي ونخليه كيبرد البسبوسة بعد ما طابت لاحظوك تجيه شيشة ورطبة هي دبا سخونة وصيروك يكون برد في حالة كان سيرو سخون خليوا البسبوسة حتى تبرد كان سقيها ومباشرة تشرب كما لاحظو الكيمياء كاملة خليتها حتى تبردت تماما وقلبتها في الصحن ديال التقديم إلا درتوها بشي مول ديال الزجاج خليوها فيه باش تقطعوها وتقدموها تماما أنا درشها في هذا المول بغيت نقدمها في الصحن ديال التقديم ذهنتها بالمربة ديال المشماش القليل فقط وزينتها بالكوك ممكن تزينوها برقائق اللوز شكلات محكوك تزينوها بكوكا ومهرماش اللوز مهرماش كيبقى لكم كامل اختيار بعد ما بردت تماما قطعتها بالشكل هذا لاحظوا ركت تعطينا كيمية كثيرة وغير بجوش ديال البيضات كجماش الله مسقية معلكة شيشة كتدوب الفم رائعة ومقادر هبسات وسهلة كتتحضر في وقت قياسي ان شاء الله تجربوها بإذن الله كانت معكم رايحانة كامل انطلقوا في فيديو جديد بإذن الله خليتلكم الراحة